السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات لبلوم محاسبة الفرقة الثانية في مادة تصميم نظم محاسبية احنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة على كيفية تصميم نظم المعلومات المحاسبية بوجه عام واخدنا تأثير التجارة الإلكترونية عليه في المحاضرة دي مفترض نتعلم تصميم نظم معلومات المحاسبة البيئية فهنبغي بعد دراسة هذا الفصل أن تكون قادرا على منقشة أسباب الاهتمام بالمحاسبة أسباب الاهتمام بالمحاسبة بالبيئة تحديد مفهوم وخصائص نظام معلومات المحاسبة البيئية تحديد أهمية وأهداف نظام معلومات المحاسبة البيئية تحريف المفاهيم المستحدثة في إطار نظام معلومات المحاسبة البيئية شرح مقاومات نظام معلومات المحاسبة البيئية شرح مقاومات تطبيق نظام معلومات المحاسبة البيئية وكيفية التغلب عليها ونحن متعودين في محاضرات الدبلوما يقوم مجموعة من الزملاء بتلخيص ذلك الفصل فأنا مستني الملخص بتاعته ورفع على الدرايف ثم بعد كده يكون كل بطالب بالمشروع البحث اللي احنا قلنا نقوم بإعداده في مجال تصميم نظم المعلومات المحاسبية برفع على الدرايف والبرنامج اللي احنا طلبناه فبرجاء التواصل معي حتى يتم استلام كافة الطلبات والتي تشمل ما يلي تصميم كل طالب لبرنامج محاسبة وبحث أو مشروع بحث في مجال تصميم نظم المعلومات المحاسبية فضلا عن شرح ذلك الفصل